السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الرابعة متوسط اليوم شاء الله راح نحلو فرض من فروض الفصل الثاني قبل ما نبدأ هو الشرح كامل إذا حبيتوا الصورة على الفرض زائد الحل التاحة راكم راح نتلقاوها في الصفحة التاعية على الفيسبوك اللي اسمها نفس اسم القناة الدعم في اللغة الإنجليزية ميسيز ساميا نبدأوا على بركة الله بشرح النص قل لك هنا راكم شوفوا الصورة راح نحضروا على إنسانة وش قل لك everything is possible كل حاجة يعني ما كان حتى حاجة مستحيلة جينيفر برايكر an american acrobat جينيفر هذي هي وش يقولوا تلعب ألعاب البهلوانية هي أمريكية الأصلية was born without legs زادت ما عندهش رجلين اوكي هنايا so her parents abandoned her قل لك صافي بابها واماها سمحوا فيها اوكي she was then adopted by the breakers قل لكم بعد واحد العائلة وسمهم عائلة breakers اللقبة تحهم breakers تبناوها who taught her not to say i can't قل لك هذي العائلة علمتها باش ما تديرش قحف القاموة وستعرسها حاجة واسمها لا استطيع اوكي as a child ما اللي كانت صغيرة جينيفر was active in sports and decided to go gymnastics seriously ايا قلت لك بلي جينيفر كانت تحب الرياضة وكانت ناشيطة بزي decided باش تدخل لجيمناستيك seriously تدخل باش تلعب ألعاب الرياضة وألعاب القوى الى آخير اوكي and at age of 11 وفي سنة الحداش she won she won the power tambling champions in elio and was ranked the fourth at the junior olympic games قل لك ربحت الجائزة الجائزة هذي اللي اسمها power tambling championship وين في elinios elin wise أرون او بالك غلط ودات المرتبة الثالثة في هاذ المسابقة اوكي she was fascinated by the american gymnast dominic موسينو كانت يعني تحب بزاف ولا كانت الفن تاع هذي dominic اوكي هذي اللاعبة قال لك وش تكون هذي اللاعبة the gold middle winner at the 1996 olympics اللي ادات الجائزة الأولمبية لا مش الجائزة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية سنة 1996 ok and at the age of 16 at the age of 16 كيف بدأ في عمرها 16 سنة jennifer discovered that her idol was actually her elder sister قال لك قال لك كان في عمرها 16 سنة اكتشفت انه هذي dominic اللي كانت معجبة بها هذا البطرة اللي كانت ديرتها هي المثال التاح الأعلى صدقت بلي انها اختها ok and jennifer returned with her biological family ومبعد كيف تشت باللغتها jennifer عودت رجعت يعني مرة أخرى للعائلة البيولوجية التاح اللي ولدوها later she participated in the Britney Spears circus tour ومبعد شاركت في السرك تاع Britney Spears ok her history is detailed in her memory قال لك يعني الحكاية التاح بقى ترسخة في الذاكرة التاح everything is possible كل حاجة ممكنة ok finding the faith and courage to follow your dream قال لك دائما دير الكوراج وآمن بالحاجة اللي رك تحبها باش تلحق للحلم التيعك which was a new york time best seller قال لك وهذه الحكاية new york time المجلة عن new york time حققت أكبر عدد من المبيعات كي ذكرت الحكاية تاح اذا هذه الحكاية نبدأ بالتمارين اللي عندنا وش يقول لك قال لك read the text again and write true false ولا not mentioned ok jennifer's biological parents were teachers هنا قال لك بابات ويمات الحقيقيين تاع jennifer كانوا teachers هذه علابنا بها ما كان حتى معلومة ذكرت في النص بهذا الشيء not the breaker family the breaker family عائلة family is jennifer's biological family as q هي العائلة البيولوجية تح اللي ولدوها هنا الإجابة نديرو false إذن رح تكون الإجابة نعتعنا على الشكل التالي لولا not mentioned الثانية true والثالثة false رحوا شوفوا التمرير رقم اثنين وشي يقول قال لك read the text then answer these questions why why was jennifer adopted by the breakers علش لها عائلة breakers تبنوها علش لأن الإجابة رح تكون لأن والديها ابن دون هنو شو تديرو الإجابة قبل ما تكون عندكم قال إجابة من نص وش تقول jennifer شوف هنا why was كي يكون عندك was وش تدير شوف الكلمة اللي بعد was حط مورها was رفضها من حط هنا وتقول لك هك jennifer was adopted by the breakers because علش because her parents abandoned her الإجابة تكون على هذا الشكل شوف كيف تكون jennifer was adopted by the breakers لأن because her biological parents abandoned her اوكي الثانية قال لك did jennifer reunit with her biological family again اسكو jennifer عادة تلم الشمل التح مع العائلة التح نعم او لا هنا الإجابة صحيحة نقول yes jennifer did تقدر تعوض jennifer بشي نقول yes she did تقولي الإجابة بهذا الشكل yes she did اوكي التمرين الموالي وشي يقول لك find in the text words that are closest in meaning to the following اوكي عندك هنا admire حاجة admire عجبتني بزيف admired تخلاص بالإيدي keep up keep up معنى تواصل على ذاك الأمر took apart معنى تسمح في ذاك الحاجة هذو قعصين ونمتح لازي خسر 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 المسابقة هنا ون ربح المسابقة اوكي روحوا للتمرين تع master of language وش يقول لك قل لك correct the underlined mistakes اعطالك هنا كلمات مسطر عليهم بقعرهم غالقين انت حاول صححهم قل لك هنم هنا اول حاجة انا في بعض الاحيان اتذكر لازم ادير الفعل التعقف المضارع هذه الing اللي زادوها تنحيلي هذه الing جاي في الاخر هنا فور ان دي هنا مع دي ما نديروش ان نديرو ا نحيلي الان اوكي ان possible ما تديش معها impossible تجي impossible ا ماشي ا ا ا ا ا الاجابة هتكون بهذا الشكل remember انت ولي remember انت ولي ان possible ولي impossible تمرين الموالي تعنا ماذا يقول قل لك هنا complete the following sentences using the superlative form of the adjectives between وبرك اصر انا راح نديرو the superlative form المقارنة بالافضلية اوكي في المرة اللي فات وش قلنا بلي ك تكون عدنا ال adjectives اللي باق وسين كبيرة نديرو the most ونحط ال adjective كما رأي اذا كانت قصيرة نديرو the ونزيدو ال adjectives اللي اعطاه هنا وننسق معها est واذا كانت irregular كان بعض الصفات irregular نبدل لهم كامل كما اوكي هنا exciting 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 رأي طويلة نديرو the most exciting the most وحط exciting كما رأي دير قصيرة نديرو the لسق معها est the dearest good رأي irregular adjective نقولو the best اوكي good تتبدل لانها لانها irregular تولي نحك the most exciting the dearest لستقنا لعها هذه وهذه زدنا لها كامل هذه وهذه تبدل good ترجع the best اوكي اروحوا الان للتمرين الموالي وش يقول لك add the correct prefix زدنا الprefix هنا to form the opposite adjective باش تعطينا عكس الكلمة تزدنا إضافة للجي في البداية هنا correct باش نجيبوا العكس نزيدوا لها incorrect ونقروها incorrect هنا proper تولي improper replaceable تبدأ بال irreplaceable اوكي honest dishonest respond reasonable irreasonable attractive هنا attractive unattractive loyal illoyal comparable incomparable unit in unit literate illiterate شوفوها مكتوبة تولي على هذا الشكل نزيدوا هنا incorrect dishonest illoyal improper improper irreplaceable illiterate unreasonable unattractive بعد هنا incomparable in unit اوكي هذه هي روحوا نشوفوا التمرين الموالي هذا التمرين هام لك هنا ينعمرهم خلي هذه تابعة للتمرين السابع روحوا الآن للتمرين الموالي قالك I complete with unlike whereas like unlike whereas عندهم تقريبا نفس المعنى بصحة الاستعمال تحتهم رح يختلف unlike ليس بمثلة و و و على عكس كما نقول وهنا like هي مثلة اوكي اسمع مليح وقت اش سوقت في هادو الزوج هادو الوشي اللي في مشوية مشوية وقت تستعملهم هنا وش قالك قالك حفو قالك هنا I want to be a dentist راني حب نولي dentiste my ankle حميد خالي ولا عمي حميد هنا رح تقول أنا رح قالك هو معنت عاقل وحشان his sister is curious and talkative واخته ثرثارة وtalkative ثرثارة وكريس قرعاجية تحب تعرف كلش تب عملي ها هنا يندرو unlike يندرو whereas هنا في هذي الحالة نحط whereas وش قالك he is quite and shy بينما whereas هي بينما أحسن باش أن تكم المعنى الصحيح بينما his sister is curious and talkative بلكن قولك علش ما حطيناش unlike في هاد الحالة الثالثة قالك her sister who is generous she is selfish قالك أخته التي هي generous كريمة she is selfish هنندرو unlike unlike على عكس بلكن قولك هنه يعليش مدرناش unlike شوف قولك he is quite and shy unlike his sister على خطر عطانا تعريف كامل شوف قولك his sister is كيعطي تعريف كامل دير لي هنا وراز بينما أختها التي هي كيعطي تعريف غير شوية her sister who is generous unlike her sister who is generous she is selfish okay كيعطي لك هنا تعريف غير صغير هنا ندير unlike صحة زيد هنا وش يعطي لك I mean who likes cookies هنا كيعطي لك شوف الجملة كيعطي لك فيها who ولا which ولا that دير لي unlike okay وهنا وش نقول unlike I mean who likes cookies Sarah prefers chocolates okay هنا أمل is so kind like her mother قل لك أمل كاين كما يم رحو للثماني رقم ثلاثة قل لك I match each أسنع نشوف الإجابة هذا بعد رحو نشوف الأخر إجابة مختوبة يعني تكون هكذا تبع مع قل لك I want to be a dentist like my uncle Hamid he is quiet and shy whereas his sister is curious and talkative unlike her sister who is generous she is selfish بعد هنا عندي unlike أمين who likes cookies Sarah prefers chocolate أمل is so kind like her mother okay هنا أعطانا التمر رقم 3 قال I match each phrasal verb with its appropriate picture look up stand up sit down get in get away take off take off take off take care switch off switch on off take off off switch off switch off here look up look up take care take care take off take off take off هنا نقولو get away هنا رايح يطفي هنا رقم ستة رايح يشعل مثلا نقولو اشعلها اشعلها switch on هنا رايح يقعد نقولو sit down هنا رايح يوقف نقولو stand up هنا رايح ينحي رايح ينحي رايح ينحي رايح ينحي شوفو الفليشة رايح للخارج رايح ينحي اللبسة تاعو اه ايه take off وهنا رايح يدخل للسيارة نقولو get in اروحو للتمرين الموالي قالك find in the text verbs with final ed according to the pronunciation of the following sound قالك حوس لي كلمة تخلاص بال ed ويكون النطقتها ال ed to حوس كلمة فالناس هادو كامل تخلاص بال ed ونطقتها د وزوج كلمات يخلاص بال ed ونطقتها ed تروح للنص لك تقرأ تحوس على الكهن قبالا حوس على الكلمات اللي خلاص بال ed or abandoned grandfather عندما لنجب وضع ihn ث Green ania نروح نحوس فقط اللي فيهم الإيدية باش متكسرش رأسك وتبقى غير تقرأ هاهي decided هذي رهيف هنا Decided Z decided نحوس لي خلاص بالإيدية Ranked هذي نقولها ranked لأنه فيها الك Ranked Z Ranked وراني Ranked Fascinated خلاص بتي Fascinated وشتكتك خاصة الاس Fascinated متفاهمين هذي هي يعني كفاش نديرو الإجابة نروح الآن للوضعية الإدماجية وش قال لك هنا الوضعية الإدماجية قال لك هذا التمرين لغيته لكم لأنه مش مقرر لكم Your school is running a contest for the best article on childhood memories قال لك هنا سكولتاك راه يبحث على أحسن وضعية ولي هذر على childhood memories على ذكرية الطفولة The best article will publish on the school blog راح اللي يشوفوا أحسن وضعية تاعه راح يحطوها في البلوغ تاع السكول You decided to participate قررت بش تشارك مبادوش قال لك المطلوب منك Write an article including the following information كيقول لك article كش غلق لك كتب لي paragraph على مرة كرة هذرت هذر على childhood memories هذرنا على واحدة من ذكريات التوعق المهم بالنسبة لهذا الوضعية راح أخليها لكم إن شاء الله في فيديو آخر ما نقدرش ندير الفيديو أطول من هذا نقول لكم السلام عليكم وإلا حبيتوا هذه الوضعية تلقاوها مكتوبة راح ينصيبوها في صفحاتي على الفيسبوك اللي اسمها نفس اسم القناة اللي هي الدعم في اللغة الإنجليزية والسلام عليكم ونلتقى في فيديو آخر إن شاء الله